بس هتلاقي خدودك بقيت منفوخة وشك هيبقى ابيض بشرتك هتبقى خالية من التجعيد ومن المسام المفتوحة ومن الرؤوس السودة وكمان من الحفل وكمان لو عندك هالات السودة الوصفة الحصرية اللي انا جربتها بنفسي خلت بشرتي الكل اللي لما حدي بيشوفها بيستغرب هي ازاي صفية وجميلة بدون اي ميكوب يلا بينا نعمل الوصفة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين اي يا رب كون لكم تكونوا خير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة جايبا لكم وصفة من تجربة الشخصية وصفة وصفتي انا المفضلة الوصفة اللي انا بعملها لنفسي بتدي نتائج هيلة جدا احلى حاجة في الوصفة ديت انها مناسبة لجميع البشرات كمان بتدي نتائج من اول مرة يعني لو هتستخدميها النهاردة هتشوفي منها نتائج في نفس اليوم قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعالي جرش الان وصلي كل جديد لايك للفيديو فضلا ولايس امر بصوا بقى حبايب قالي انا عندي الزيت ده طبعا ده ضروري جدا جدا هتكلم عنه لانه مهم قوي 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 ان انت تجي به وتستخدميه والطريقة الصحيحة لاستخدامه الزيت ده هيخلي ما فيش اي تجعية في بشرتك وخدودك هتبقى منفوخة ومدورة وكمان بشرتك هتبقى خالية من السواد ومن الحفر وكمان من المسام المفتوحة بس عشان نعمل الطريقة الصحيحة والطريقة السريعة للطبيع وشد التجعيد انا محتاجة منك حبة واحدة بس من البرتقان طبعا احنا في موسم البرتقان فسهل جدا جدا انك تجي به البرتقان فيتامين سي بيغز البشرة وبيحفز الكولاجين وكمان بيفتح جدا جدا هابدأ اجيب حبة البرتقان بتاعتي دي ماشي وهبدأ ان انا اقسمها كده على اقسام وهبدأ ان انا اخد العصير بتاعها او المية بتاعتها بالشكل ده بتعصريها بقى زي ما بتعصري اللمونة كده او آآ تخلطيها في الخلاط او المهم ان انا عايزها تبقى بدون متصفية خالص عشان كده انا عصرتها بالشكل ده ويبقى ما فيهاش آآ اي آآ آآ تفلة او اي شواب متصفية تمام هابدأ ان انا اعصرها بالشكل ده وهاخد حوالي ربع كبية من عصير البرتقان وهيبقى بالشكل ده بعد كده حبايب قلبي هابدأ ان انا اجيب اي فنجان صغير وهابدأ اقسم عصير البرتقان بتاعي للقسمين بالشكل ده كده تمام هابدأ اركن دولة كده على جنب وهابدأ ان انا اخد آآ مية عصير البرتقان بتاعتي الشوية دول والشوية دولة برضو محتاج لهم تمام هابدأ ان انا اجيب المية البرتقان بتاعي وهبدأ ان انا احط بقى على عصير البرتقان بتاعي معلقة صغيرة من الزيت ده. الزيت ده لما بيضاف على البرتقان بيدي نتايج فاضيعة في طبيض البشرة وشد التجعيد ونفخ الخدود وعلاج سواد البشرة العنيت. هتبدأي تجيبي زيت الجزر. زيت الجزر يا بنات من الحاجات الفعالة جدا جدا في نسف اي سواد واي تجعيد واي مسام من البشرة. كمان بيغز البشرة قوي وبينظافها من جوة جدا. هبدأ ان انا اخد من زيت الجزر هو متوفر عند جميع العطارين. هبدأ ان انا اخد من زيت الجزر معلقة بالشكل ده وهبدأ ان انا اقلبها على عصير البرتقان بتاعي المصفة. ممكن تصفي زي ما قلتلك بالطريقة دي. او ممكن تصفي اه باي طريقة تانية. المهم ان هو يكون مصفة تمام. هبدأ ان انا قعد كده حوالي كم ثانية كده بقلب فيهم عشان يختلطوا مع بعض شوية حلوين كده. تمام? بعد ما قلبنا زيت الجزر مع عصير البرتقان هبدأ ان انا احط عليهم معلقة صغيرة من مية الولد. وهبدأ برضو قلبهم تاني. عايز اقول لك الوصفة دي بتدي كمية نضارة وتفتيح فضيع للبشرة. هنبدأ نقلبهم كويس مع بعض. بعد ما قلبناه مع بعض كويس اوي انا محتاجة نص معلقة من المكون ده. ده بقى هيساعدك على ازالة وشد التجعيد العنيدة. كمان هيعمل على ازالة الشعر الوبري والجلد الميت من الوجه. يعني هتستفادي استفايدة رهيبة جدا من المكون ده. سعر رخيص جدا جدا بتجيب من عند اي عطار وبتستخدميه. هبدأ اخد نص معلقة من الزنجبيل البودر. وهبدأ احطها على زيت الجزر والبرتقون كويس جدا وهقلبهم عشان يدوبوا مع بعض. وصفة حاجة في منتهى الجمال بجد والله لو جربتيها هتشوف منها نتائج فضيعة. هنبدأ نقلبهم وندوبهم مع بعض كويس جدا. زيت الجزر مع عصير البرتقون وكبان الزنجبيل. بعد ما قلبناهم بصوا شايفين بقى القوامهم زي ما انتم شايفين كده بقى عامل زي السيروم بالزبط. وهو فعلا سيروم. سيروم فضيع. انا جربته يا بنات ما تملتش بجد في نفس اليوم. انا اتفاجئت. بجد نتائجه حلوة اوي. هبدأ اخد باقي عصير البرتقون بتاعي ده. وهحط عليه معلقة كبيرة. هرمية كده من النشا او الكورنفلوان. وهبدأ ان انا ادوب النشا مع عصير البرتقون بتاعي لحد ما يدوب تماما. وما يدينيش اي تكتلات كده. ويبقى بصوا عامل زي المية والبيضة كده. او زي الحليب. الخطوة دي هتفرق مع بشرتك كتير. لان الخطوتين لما هتعمليهم ورا بعد مش هتحتاجي ان انت تستخدمي اي حاجة تانية معاهم. هنبدأ بقى نجيب مع بعض كيس من النسكة فيه او لو ما عندي كيش اكياس بتجيبي اه معلقة عادي من النسكة فيه. اللي هي القهوة سريعة الزوابان. وبنبدأ ان احنا نحطها كده. فراجي بقى على كمية النظافة وكمية البيض اللي هتغدي من الوصفة الفضيعة دي. سواء السيروم او سواء وصفة عصير البرتقون وكمان النشا والنسكة فيه. بصوا دوبناه مع بعض. بصوا الجمال حاجة في منتهى الروعة. اهو. تمام? طيب دلوقتي بقى احنا خلصنا السيروم ده وده. والاتنين هتستخدميهم وارا بعض. مش هتحتاجي تستخدمي معاهم اي حاجة خالص. بس ركزي في طريقة الاستخدام لان الحاجة من تجربتي انا الشخصية واستخدمتها بشكل شخصي فهقولك على الطريقة اللي انا استخدمتها فيها والطريقة الصحيحة بالزبط. اول حاجة هنعملها هنبدأ ناخد الاول المكونات دي. تمام? دي المكونات الاولانية اللي احنا هنستخدمها. هنعمل بها تدليق على التجعيد وعلى الوجه وعلى الجلد الميت ويتحط تحت العنين. وهنعمل تدليق كويس جدا. هناخد كده وهندلك بشرتنا كويس اوي. هيشلك اي اوسخ متراكمة وهيفتح بشرتك اوي. هنبدأ ان احنا ندلك كده وهنسيبها لمدة ما تقلش عن اشرين دقيقة. تمام? انت بتعملي بتعملي تنظيف وتفتيح وشد للتجعيد في كل ده في نص ساعة بالزبط. ده هتسيبي ربع ساعة وبعدين هتخسلي بشرتك كويس جدا. وبعدين هتبدأي تغذي السيروم ده وهتبدأي تدليقي برضو ببشرتك. مع حركات دائرية كده مع مساج على الوجه. لان ده اساسي اوي في شد التجعيد ده حلو جدا لنفخ الخدود وتفتيح البشرة وازالة الرؤوس السوداء. انما ده للتجعيد. فهنبدأ ان احنا نعمل مساج به الزيت ده على البشرة كلها. وهنسيبه على البشرة برضو خمستاشر دقيقة. يعني ده خمستاشر دقيقة وده خمستاشر دقيقة والاتنين بنعملهم وارا بعض. اتفرجي بقى على البيض وعلى النعومة اللي هتحصل عليها. يفضل ان انت تستخدمي الوصفتين وارا بعض بس يكون بالليل او على المغرب كده. اشوفكم على خير والسلام عليكم.